اشتركوا في القناة وبإخراج غربي وبكاميرا إرهابية تسعى لغزو العالم لمناقشة هذا الموضوع استضفنا اليوم في الاستوديو معنا السيد سيدي أحمر الشيخ الكنتي قائد الطريقة الكنتية القادرية في الساحل والصحراء وعلى يصاري الأستاذ علي الزاوي خبير في الشؤون الأمنية ومؤسس ونائب حركة الأزواد الدولية أهلا بكم سيدي مرة أخرى مشاهدنا الكرام قبل مناقشة الموضوع متابع هذا التقرير الذي أعده الزميل زيندين بوشكارا ونلتقي بعد حين أعادت العملية الإرهابية الأخيرة في العاصمة المولية باماكل حديث عن طبيعة وخطرة التهديد الإرهابي الذي لم تنج منه شعوبا ودولا كانت بالأمس القريب ولزالت سندا قويا للجماعة الإرهابية بالمال والسلاح في الجزائر الثمن كان باهظا لاسترجاع الأمن والاستقرار عشر سنوات بأيامها ولياليها كان الجزائريون يصارعون ألة الموت يواجهون في الآن ذاته دولا دعمت جهرا وأخرى سرا أمر الموت والطرف الثالث من دول العالم كان يتفرج على مذبحة تنفذ بحق الأبرياء في الجزائر مرت الأعوام والسنوات والجزائر تلملم جراحها عادت الوحدة والتماسك بين فئات المجتمع لكن عدوى القتل والإجرام تنقلت بين الدول والشعوب من العراق إلى بلاد الشام مرورا بمصر وليبيا وتونس تعشعش بين الأفراد والكيانات وإلى الضفة الأخرى من المتوسط إلى بريطانيا إسبانيا بلجيكا وصولا إلى فرنسا باريس من الجيا والمياة وجيش الإنقاذ إلى القاعدة والمرابطنا والميجاو والملثمون إلى بوكو حرام وصولا إلى داعش تنظيمات وجماعات وإن اختلفت مسمياتها إلا أنها اتفقت على أن القتلى والضمار عقدة وعنوانا لا قيمة للنفس البشرية بين حروفه أخيرا ومن باريس استيقظ العالم واستفق من باماكو واكتشف حقيقة الإرهاب وأدرك أيضا أن الأمر يتعلق بمعركة مشتركة بدون حدود ضد الإرهاب الذي لا جنسية ولا دين له سيد زوي مرحبا بكم من جديد هناك معادلة لازالت أرقامها مبهمة وهي ما يمكن أن نسميه بالبقات الثلاث يعني بيروت باريس باماكو تفجيرات في أقل من أسبوعين هزت العالم الكثير من المحللين أو المراقبين أو المتدبعين للشؤون الأمنية في العالم قدموا قراءة ولو في ظاهرها أنها بسيطة لكن نريد منكم توضيح والتعمق أكثر هل هناك علاقة بين البقات يعني بين تفجيرات برج الباراجنة في بيروت وبين تفجيرات باريس وبين عملية باماكو الأخيرة أول السلام عليكم شكرا على الضيافة كما أشكر كل تاقمها تاقم سفينة نوميديا نيوز تيوي نعود إلى هذه العملية الثلاثة الأخيرة التي تزامنت في نفس تقارب 48 ساعة أسبوع بين كل عملية أن عملية بيروت وباريس لا علاقة بيروت وباريس وباماكو لا علاقة لها مع قضية باريس نعرف أن في بيروت هناك أعدة نزاع نزاعات طائفية لتود توجيه الاتهامات إلى حزب الله أو إلى أطراف أخرى صراع قائم في بيروت منذ 1975 إلى يومنا هذا حتى لو هناك سلم ومصالحة في بيروت ولكن لازالت نزاعات داخلية شأن اغتيال الحريري رحمه الله وعدة تفجيرات وراءها أما بعملية باريس تعود إلى سياسة التدخل في الدول العربية ليبيا مالي سوريا الكل كان عهد البلاطو كنا كفوا عن تدعيم المعارضة السورية أنها ستعطي نفس جديد لتنظيم إرهابي مية سيهدد العالم بكل مكوناته يعني التنظيم الدولة الإسلامية يعني المشاهد الكريم أن التنظيم الدولة الإسلامية أول نواة لهذا التنظيم كان في الجزائر في 1990 قبل إلغاء المسال الانتخابي وتم القضاء هذا التنظيم في 1993 نهائيا بعد العمل الجبار التي قدته مصرح الأمنية الجزائر وتفكيكها المنباتقة تحت غطاء الحركة الإسلامية المسلحة المية التي أعطت عدة موريد التنظيمات إرهابية في الجزائر الجيام من الجيام قسمت إلى حمد دعوة السلفية والقتال إلى حمد دعوة السلفية والجهاد ثم الفيدة ومن الفيدة التنظيم القاعدة في بلاد الأمن للغرب الإسلامي وما أشبه إذا عدنا إلى قضية باماكو قضية باماكو قضية معزولة تماما على ما وقع في باريس يعني قضية باماكو كان مخطط لها منذ فطة وهي نفس الجماعة التي كانت وراء اختطاف الدبلوماسيين الجزائر في 6 أفيل 1912 في قاو ووقع ما وقع تم إعدام الطاعة رحمه الله في 3 أوت 2012 ثم بقى تعدخل جزائر في المساومات لإطلاق صراح ولكن دخلت الطراف لأفشلت المفاوضات لأن أسبوع في لندن كنت تستلم المباقية الدبلوماسيين ولكن أشاء القضية أن تدخل عملات التوحيد الممولة من طرف الأطنان من المخدرات التي تأتي من المملكة المغربية التي تعتبر المنبع الرئيسي لتمويل هذه الجماعة بعد الفيديا سيد زاوي بالحديث أو بالعودة إلى الساحل والصحراء أنك ترقت إلى موضوع مهم جدا وهو يمكن القول أنه الحلقة القوية في قوة أو تدعيم الجماعات الإرهابية والأمر هنا يتعلق بالمخدرات لما نرجع حوالي ست أشهر أو سبع أشهر في بداية العام الجاري وفي شهر مارس بالتحديد الحكومة الموريطانية وهذه تعتبر سابقة في العلاقات بين المغرب وموريطانيا الحكومة الموريطانية رفعت شكوى ضد المغرب في الأمم المتحدة تقوم هذه الشكوى على أساس أن المغرب يمون المناطق الحدودية في موريطانيا أو جعل من موريطانيا معبر لأطنان كما قلت للمخدرات وهذه لأول مرة موريطانيا تنطفذ بين ضفرين ضد المغرب حتى أن الشكوى وصلت إلى الأمم المتحدة أين هنا الحقيقة قلت أن المغرب يمون الجماعات الإرهابية بالمخدرات والمخدرات يأتي منها السلح وما إلى ذلك كما قلت سابقا موريطانيا الدولة الحليفة للمغرب رفعت شكوى في الأمم المتحدة ضد الرباط يعني وش تفسيرك هذا الأمر أول دعوة شكريا فقط حتى تعمل أن لا علاقة لها ما عندها تعالقة مع المغرب ونحن نعلم أن الأطنان المخدرات تعبر على الأراضي الموريطانية بطواطئ بطواطئ نفوذ في الحكومة الموريطانية يعني عندما عندما تترق المستشار لكشف القضية قام المخزن بدفع 2 مليون دولار وتم طرد المستشار القنصر الجزائري وهذا معروف أننا حدلنا أن الأطنان المخدرات تعبر على موريطانيا لا مغارب عبر صحراء أوكسيدونطان والمغرب وحتى بعد العملاء المندسين في الجمهورية العربية الصحراء والديموقراطية يعبر هما مغاربة هما عملاء تعمل لتشويه صورة الجمهورية العربية الصحراء والديموقراطية أن البوليزاريو عنده ضع في تنظيم الجماعات الإرابية وهذا خطأ هناك من متواطئين يزعومين أنهم من الجمهورية العربية الصحراء والديموقراطية هم من البوليزاريو يتعاملون مع الإراب هذا كاذب أنهم عناصم من المخزن المغرب لكن دائما في هذا الإطار قبل الشكوى قبل مارس 2015 الصحف غربية وبالخصوص إنجليزية اعتمدت في التقارير نشرتها على معطيات أو معلومات استخباراتها من أجهزة أمنية موريطانية وأخرى غربية حتى أن الأمور كلها موثقة بأن المغرب يستعمل موريطانيا أو يستعمل الحدود الموريطانية كمركز عبور أو نقطة عبور مركزية لأطنان من المخدرات التي تتوجه بوجه أدق أو بوجه خاص نحو الجزائد ومنها إلى أوروبا وإلى الظفة الأخرى من المتوسط أطنان المخدرات طبعا الموريطانيا طبعا إلى أراد من موريطانيا إلى مالي ثم مالي تعتبر تحبط عن بارونات المخدرات المعروف منهم بالأسماء والخلية التحام موجودة الخلية الكبيرة لأطنان المخدرات موجودة في ولاية غدية المنيعة وعلى مقدمتهم المبحوث عنه من طرف السلطات من طرف القضاء الجزائري وهو الشارك في عملية المنيعة في عملية الهجوم على الجمهوريكيين في 6 فيبري 2006 وهو عبد الله باللكحل وعنده زوج من أشياء واحد تم القضاء عليه في ودناموس كان يأمن عبور شاحنة المخدرات من طرف قوات تم القضاء من طرف قوات الجيش الوطني الشعبي وعنده واحد أخوان مات في سجن في سجن لنباز كيف كيف وعنده أخوان واحد أخوان تحكم عليه 20 سنة هذا كله يود تحريك تمويل جماعة الإرابية وطبيل الأموال في الطراب الجزائري وكان له نفوذ يعني يزعم أنه له نفوذ ومحمي ولكن شاهدنا مؤخرا هذا المقام الموقع في باماكوة مؤخرا هي نفس الأشخاص بتجار بارونات المخدرات والإراب هم لكانوا سبب اختطاف الدبلوماسيين الجزائريين لمساومة الجزائر لأن مساومة الجزائر نعطيك بمثال أن قضية اختطاف الدبلوماسيين جاء بعد مباشرة بعد إعلان الجزائر القبض على ثلاثة من تنظيم القاعدة في برد الإسلامي فوجدتها لأن التوحيد والجهاد كمبارد باش تساوم الجزائر باش تستلم هات ثلاثة ثم تقوم بمبارزة مع القاعدة لأنها لها دين اتجاه لأن التوحيد والجهاد كان عنده دين مع القاعدة لازم يستلم بلغم حابوش حابوش يسترجع للثلاثة اللي حكموا في بريان ويبيحهم للقاعدة ويسلمون الدبلوماسيين ولكن الجزائر لن تتفاوت حتى وراح ضحيتها الشهداء الواجب الوطني وليس خاصة للأزوديين لأن هؤلاء الدبلوماسيين كانوا يتكفنون بالوضع الاجتماعي لشاب أزوات في شمال ماليا من تقليلهم في قاو اليوم نفس الخاطرة نفس الجماعة لا نستبعد لأنها كانت تفيد معلومة أن عبدالله بن لكحل الذي اليوم يتحرك بوطاق مالية عبدالله بن محمد وغاد ذهب إلى سعودية من باماكو بجواز صفر مالي لأداء من السكحل ثم عاد ثم عاد إلى باماكو 24 ساعة من بعد تقوم هذه العمل لأنهم ذهبوا هناك لعندما تقوم هذه الجامعة باختطاف هم كانوا يستهدفون ديبلوماسيين الجزائرين ولا أي جهة من الجهات لأنه فرنسيين خرجوا والجزائرين سطروا لأنه كان في تغيير تغيير المكان عادي خرجوا وسلكوا هم الهدف تحويل حكم استهدف ديبلوماسيين الجزائر ليقوموا بمساومة الجزائر ومذايق الجزائر أولا إطلاق لأنه عملية تنسيقية بين برونة المخدرات والمربطون ولا أولا لأبو وليد لأبو وليد صحراوي وليس لبن مختار لأنه وقع إنشيقات بين بن مختار وأبو وليد لأنه أبو وليد بايع تنظيم الدولة الإسلامية مع إياد أغاري وأنضم وأن تنسق وتم توحد بينه وبين عناصر بوكو حرام وهي أنصر دين الجنوب التي تنسق في جنوب ماري وكذلك حركة جند الجهاد التي هي ناشطة في باماكو وتم إلقاء القضاء لعشرين عناصرها في باماكو في رمضان وهي في منطقة في حي يسمى ييري ديماء التي كانت تخطط هجومات كبيرة في قلب باماكو وقد يكون قد كاد أن يكون باماكو أكثر داموي في رمضان لفات هذه الجماعة بطواطر شريف ود الطهر وأكد شريف ود الطهر هو الذي كان وراء اختطاف الدبلوماسيين في قاو في ألفين وستة في ألفين واثناش عفوا هذه هو المشكلة اليوم هي نفس الجماعة راحوا ولكن أشوفوا باللوقت ماشي دامهم مباشرة تصدنا لتحركات هذا عبدالله تخل الجامعة بالنسبة نعود تخل ولكن هذه الحقيقة أحمد تخير أولا وهدفها كذلك هو إفشال وتشويش على الوسط الجزائي لكن هذه الفرعة الديبلوماسي هناك لمواصلة المصالحة الحقيقية في ماري وترطيب الأمور لذهب إلى المصالحة الشاملة في المنطقة سيد زاوي قبل العودة إلى منطقة التفجيرات باريس وباماكو وبيروت لابد من التفاتة إلى الأستاذ سيد عمر الشيخ الكنتي سيد عمر الكنتي مرحبا بك نريد لمحة ووجيزة على مكونات الشمال المالي من ناحية التركيبة السكانية أو الديمغرافية من ناحية القبائل الانتماء العرقي أو الديني وما إلى ذلك بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم شكرا لأستاذ عزيز حمدي على الاستضافة أولا سكان الزواد شمال مالي يتكونون من كالتماشق والحسانيين وهم من ناحية الثقافة ثقافتهم ثقافة جسائرية ومذهبهم مذهب مالك والطرقهم والطرق الصوفية اللي منتشرف الجسائر لأن شمال مالي أزواد منطقة أزواد هذه منطقة شاسعة وواسعة على طول الحدود لجسائرية مع من موريتانيا إلى النيشر هذه كل المنطقة يقاللها الأزواد هذه الأزواد قبائل تتكلم بتماشق وتتكلم بالحسانية كلهم مذهبهم المذهب المالكي وعقيدتهم العقيدة الأشعارية وقراءتهم قراءة ورش وعداتهم وتقاليدهم وعرافهم جزائرية وموريتانية هما إداريا تابعين للمالي لكن مالي بعيد جدا جدا بمكو بعيد من منطقة الأزواد جغرافيا وعاجزة مع البعد العجز لأنها الدولة المالية عاجزة عن تخلص موظفين هنتعين بمكو فبالأحراط سيطر على مساحة شاسعة واسعة بألاف كيلو المترات ألاف كيلو المترات فلذلك لمنطقة الأزواد هذه اللي محافظة على الأمن وعلى الاستغرار فيها من الستينات إلى الآن هي الدولة الجزائرية الدولة الجزائرية عندما عندما نجحت وخطط ونادات جميع الحركات ونادات جميع شيوخ القبائل والعشائر الموجودة في المنطقة من المشايخ الكنتيين وكلنصر والبربيش ويمقاد ودوسحاق وفوقاس ويدنان وتغت ملت وتغت ملت والمدن والسنقي والفلان هذه القبائل العفو العفو يعني سيد الشيخ عمر اتفاق تقصد باتفاق 2006 أو الاتفاق الأخير يعني اليوم عصبات التهريب والمخدرات والتخريب أنا ما نقولهم جهاديين لأنه خاطئهم الإسلام الإسلام نتوين لا يتقره لا يتقره في مدرسة المخدرات الإسلام لا يتقره في قطع الطريق الإسلام لا يتقره في صفك الدماء الإسلام لا يتقره في تخريب الأضريحة والمزارات الإسلام لا يتقره في حرق المخطوطات أي إسلام هذا هذا ونعرفهم ونعرف أباتهم ونعرف أماتهم سيد عمر الشيخ العفو المقاطعة يعني الحب ذلك تعطينا هو صورة مصغرة على الأزواد خلال الاستعمار الفرنسي وبعد الاستقلال يعني الجانب التاريخي للمنطقة الأزواد لأن انطلاقا من الكلام اللي قلته أنه سكان الأزواد وصول جزائرية لكن زغرافيا مربوطين بباماكو هذا يعني حسب ما فهمت من كلامك والدراسات وكذا يعني تثبت هذا الكلام لكن حب نعرف الأزواد خلال الاستعمار الفرنسي وبعد الاستقلال يعني خاصة أثناء الثورة التحريرية قبل الاستعمار الفرنسي من زمان الشيخ سيد محمد بن عبد الكريم الماغيلي التلمساني وصيد عمر الشيخ الكنتي جد الكنتيين اللي من فهم قادوا الكنتيين الطريقة والنفوذ الجزائري هو اللي منتشر كان ذاك الوقت ينقالها التكرور وقبل ذاك الوقت كان ينقالها تدمكت وبعد ذاك الوقت كانت سنقي كانت سلطنة السنقي المشهورة وبعد ذاك كانت سلطنة تولمدة إلا ندخل عليها الاستعمار الفرنسي النهار اللي دخل الاستعمار الفرنسي النهار اللي دخل الاستعمار الفرنسي تبع وين كاينة حتى كلف الخبراء ودرسوا درسوا حتى النفسية والطرق الصوفية اللي منطلقة من الجزائر كما الطريقة الكنتية القادرية وقدمت انتشارها في موريتانيا في السينيقال في ساحل العاش في مالي في نيجر في نيجيريا تبع ذاك هذا من قبل الاستعمار الفرنسي وخلال الاستعمار الفرنسي خلال الاستعمار الفرنسي كل الطوارق قاوموا الاستعمار وقاوموا ونقول لك وخاصة منطقة الأزوات الجزائريون اللي موجودون في منطقة الأزوات قاوموا وكان يقود المقاومة عبيدين ولد السم حمد الكنت ثلاثين سنة قادر المقاومة من منطقة الأزوات إلى الآير إلى الهقال إلى توات إلى الصحراء الغربية إلى جنوب المغرب هذا عارفينه جميع المؤرخين قاوم قيادة المنطقة من فم فرنسا كانت حقدة على الطوارق النهار اللي حقدة على الطوارق والطوارق مقاطعين المدارس الفرنسية النهار اللي ناضط الثورة الجزائرية اللي نجح الثورة وفش المخططات فرنسا لفصل الصحراء الجزائرية عن الجزائر هم الجزائريون الموجودون بالأزوات من إفغاس وآل السوق والكنتيين والبرابيش ودوسحاق وشأمن أماس وجميع القبائل النهار اللي جاء المجاهد الكبير عبدالعزيز بوتفريقة هو اللي فشل مخططات فرنسا لفصل الصحراء الجزائرية عن الجزائر بالجزائريين اللي موجودين في الأزوات هذا من ناحية الثورة من بعد خلق الاستغلال الحكومة المالية مدبو كيتا كان شجوعي والمنطقة منطقة رعاوية ومنطقة محافظة وحكمهم وناضط ثورة والله تمرض والله سميها ما شئت فاربعة وستين سحقوها سحقا وانسحقت المواشي وانسحقت مشاول الأزواديين وانكبوا لاجئين في الجزائر وانكبوا لاجئين في موريتانيا وانكبوا لاجئين في النيجر وانكبوا لاجئين في ليبيا الآن الآن إلى الآن منطقة الأزواد والأزواديين ما هم إرهابيين حقيقيين هذا فيه اللي مستقوي بالإرهاب وفيه اللي مستعيش بتهريب المخدرات لأنها أي أسباب الأسباب الحقيقية انتعت الفلاحية والرعوية نقضات عليها والحكومة المالية بعيدة بعيدة ما عندها الإمكانيات قاعد للصحراء هذه الصحراء مكان اللي قادر عليها ما هو الجسائر ضرك منطقة الأزواد هذه وقعت بين الظبرة والمعون بالحسانية وبالعربية المطرقة والسنداء بين الجماعات المتشددة التخريبية اللي تنسب أنفسها الإسلام وهي تهدم الإسلام وضد العلماء وضد الأولياء وضد الصالحين وضد المسلمين المسالمين الأمني المطمئني والتدخل الفرنسي في الأزواد الآن كلهم يعيشون في ذل وقهر لا يتمشي في الطريق لا يتشوف الجيوش الفرنسية وما عوده يلزمك توقف على جانب الطريق إلى أن تفزي الجيوش إذن السيد دامر الشيخ يعني العفو على المقاطعة يعني من خلال كلام تلك أنه أنه الشعب الأزواد أو منطقة الأزواد يعني محاصرة من الجماعات المتشددة ومن الجيوش الفرنسية هذا يعني الكلام اللي حبيت تقوله لكن الجماعات المسلحة أو الجماعات المتشددة يعني كثيرا نشوف يعني بياناتها وتصريحات القادة انتحها أنها تقول أنه الأزواد سكان الأزواد أو منطقة الأزواد عموما هي الحاضنة لهذه الجماعات وهذا ما كان مبررا للفرنسيين بالتدخل لضرب منطقة الأزواد يعني الجماعات المسلحة أو الجماعات الإرهابية تقول أنه للمنطقة الأزواد هي الحاضنة السكان الأزواد هم حاضنين للجماعات الإرهابية وهذا ما كان العفو هذا ما كان يعني مبرر للفرنسيين يعني هل هذه حقيقة أولا الفرنسيين هما يقولوا لك التاريخ يكتبوا الغالب الفرنسيين هما اللي قادرين وهما اللي عندهم القبو والأزواديين مغلوبين على أمرهم المنطقة اللي حاضنة للأرهاب الحقيقي والمتشدد ما هي منطقة الأزواد المنطقة اللي جنوب النهر كما الفلان والسنقي والبوك وحرام هذو هما الحاضنين الحقيقيين اللي يبرمجوا على الإرهاب الأزواد منطقة انتعت علم وثقافة وحضارة ومؤلفاتهم مؤلفاتهم عاملة منها المكتبات الجزائرية والموريتانية والمغربية والنيجيرية وحتى المسجد الحرام حتى مكة المكرمة والمدينة المنورة بعيد منهم الإرهاب بعد الشمس من الأرض لكن الجماعات اللي يجوا لأفراد من أين جايين جايين من عند فرنسا وين قراو قراو في فرنسا هذو الجماعات استقلوا الفراق الواسع تلقاها ألف كيلومتر وانت ما شفت انساء اذا انت تستطيع تجي المخابرات من كل نحاء العالم وتهبطهم من السماء وتستطيع تهبط الطائرات انتعات الكوكايين في المنطقة الواسعة الشاسعة الفراق إذن منطقة الأزواد سكان الأزواد نعرفوهم قبيلة 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 ومنطقة منطقة وقرية قرية وبير بير وحاسي حاسي ما فيهم إنسان يدخل الجماعات المتشددة هذا ما هو لنقطة تانية إما للاستقوى وإما يدور ما يحصل فقط ما فيه المقتنعين اللي اقتنعوا اللي اقتنعوا عند بلد منين نجحوا وجندوا الفلان والمهار الفلان المهار ما هم إرهابيين حقيقيين العادل التحق منهم حد التحق استقوى أو رزق جميع سكان الصوات ما عدد مرة أخرى يعني كررت مارتين ما هم إرهابيين حقيقيين يعني الإرهاب هو إرهاب ما في إرهاب موزيف ما في إرهاب حقيقي القتل هو القتل قلت أنه بعض الأزواديين يعني فرض عليهم الإرهاب لأمرين إما للاسترزاق أو إما أنهم تورطوا في عمليات تهريب المخدرات يعني وما إلى ذلك يعني الإرهاب لكن ما أعني كائن اللي عنده عقيدة عنده عقيدة وبرمش على إرهاب التهريبي والتخريبي والتكسير هذه ما هي عند الأصواديين ما قلت لكن خرطوا تعاملوا تعاملوا مغلوبين على أمرهم لكن سيد عمر الشيخ المنطقة الأزواد يعني ما عدد منطقة الأزواد يعني الآن بنظر الكثير أنها أصبحت قواعد خلفية للجماعات المتشددة يعني قواعد خلفية من حيث الإمداد البشري والمادي يعني منطقة الأزواد أو المساحة الشاسعة خاصة في الشمال المالي أصبحت يعني منذ عشر أو خمستاشر سنة الأخيرة هي قواعد خلفية للجماعات المتشددة على اختلفاتها يعني لكن كان ملاحظا نقولها لك الأستاذ أولا بأول الأزواد عامر من الأمم المتحدة وجيوش فريقية وجيوش الفرنسية ده الإرهاب كان أمامهم اللي جابوه وينهم الإرهاب اللي وقع من الساعة اللي الدخل وهما أكثر من اللي كان كائن من قبله تقصد أنه منذ دخول الفرنسيين منذ تدخل الفرنسي منذ تدخل الفرنسي الدخول الإرهابي أكثر له من قبل التدخل الفرنسي من قبل التدخل الفرنسي كائنين جماعات متعاملين مع القاعدة والآخرين متعاملين ما هم آمنين بمذهبها ما نيتهم لا يروحوا لأمريكيا يضربوها ولا نيتهم يروحوا للسعودية يضربوها ولا نيتهم يروحوا للجزائر يضربوها ولن يتم روح الموريتانية يضربوها باقيين الهدوء والعافية في بلادهم ويعودوا كيفهم كيف جميع جيرانهم كالجسائريين وكالموريتانيين وكالمغاربة يعيشوا في سلام لأنها آلاف آلاف الناس يولدون في الصحراء ما هم مسجلين في الحالة المدنية لا في النيشر ولا في بركين أفاسو ولا في مالي هذو الناس النهار اللي يبلغوا كل عائلة تكسب عشر أولاد والله عشرين عمره ما دخل مدرسة عمره ما دار وثائق عمره شنو اللي يخدم اما الرعي او التهريب او قطع الطريق هو ما قرقى مثلا يشيقال يدخل انا ذا اللي اتكلم معك تربيت هناك الى ان بلغت ثلاثين سنة عمري ما شفت مدينة ولا اعرف الا العربية او تماشق او الحسنية انسان بلغ ثلاثين سنة وهو ما عمره ما دخل مدرسة ولا شاف مدينة مناش لا يعيش معنى ذلك انه ذي البلاد قدرنا مثلا مكان مملي اللي قادر لها ثقافيا واجتماعيا واقتصاديا وقوة من دول المنطقة مهي الجزائر مكان اللي انه ما لي ضعيف عاشز حتى عن حماية بموكو بوركينة اضعف النيجر اضعف المهرب وانيت لا يهرب نصيب رئيس مالي مطروح نصيب انتع بوركينة فاسل مطروح نصيب انتع النيجر مطروح هذا تقريبا ما هم دول هذا كما رؤساء القبائل يتعاملوا معهم المهربين وقطاع الطرق كما يتعاملوا مع شيخ قبيل غير مستقيم حتى الى الوقت الحالي الى ما لا نهاية ما فيه رئيس مثلا يشحة هنا ويشحة هنا الحكومة المالية قضية اصواد ما حبتها تفرق لانها الساعة اللي فرات قضية الاصواد باش لا يتسترزق هي والاصواديين اقوى هما من الحكومة المالية سيد امر الشيخ يعني العفو على المقاطعين نرجع بعدين الموضوع للازواد نعود اليك سيد زو يعني الملاحظة الكثير من المتتبعين او الخبراء يعني درسوا البقات الثلاث يعني كما سميناها يعني هجمات بيروت باريس باماكو القاسم المشترك بين التفجيرات الثلاث الدقة والقوة والعمق يعني ان كل الضربات يعني سواء في بيروت يعني في برج البراج هي المنطقة الجنوبية لبيروت ومعروف انها هي اكيد اكيد انها ليست اكيد انها ليست المرة الاولى لكن استهداف برج البراجنا وهو الحصن المنيع لحزب الله حزب الله لبناني حزب الله يعني مربوط او من حلفاء سوريا وطهران وريوسيا الى اخره هذه الدقة لكن في باماكو وفي باريز يعني خاصة في باماكو يعني التوقيت نفسه اللي وقعت فيه عملية تيغونتورين يعني ما هو القاسم يعني الامور اظن اعتقد انها ليست بالصدفة انه التوقيت يعني العفو توقيت العملية سواء في بيروت او في باماكو او في باريز او قبلها في تيغونت يا ريتين في جوبي في جوبي في جوبي يعني هنا في الجزائر يعني هناك قاسم يعني ما هو القاسم المشترك بين هذه العمليات القاسم المشترك هو انها عمل ارهابي عمل ارهابي بامتياز يعني اذا لحدنا مقلق مناطور ما نقرنوش باماكو مع باريز قضية باريز مخطط لها من قلب باريز وليس من سوريا كما تزعم فيرنس الاستاذة للزاوي يعني معذرة يعني فيه المخرج يعني نلتقي يعني بعد حين مشاهدين الكرام نواصل النقاش مع الضيوف مقابلة خاصة ونلتقي بعد الفاصل الاعلاني شكرا مشاهدين الكرام اهلا بكم من جديد نواصل النقاش في موضوع الارهاب في منطقة الساحل وسحراء بالعودة الى السؤال السابق سيدزاوي يعني قلنا ان الضربات او الباءات الثلاث يعني بيروت باماكو باريز جات بحسب محللين دائما وخبراء جات بدقة لا متلهية من منطلق انها من ناحية الزمنية التوقيث محدد الضربة جاءت في العمق النتائج بحسب الجماعات الارهابية التي نفذت هذه الاعتداءات يعني حققت ما كان مطلوبا منها يعني هذا يقودنا الى العودة الى الانتقال يعني الى الجزائر والعودة الى حادثة عنا ميلاس يعني ولن هو عمل الهابي بامتياز سوى في باريس او في بيروت او في باماكو ولكن كل يختلف عن عملية الى اخرى نعلم ان جنوب لبنان صراع دائم والاتماعات تتوجه دائما الى حزب الله ولا جماعات متطرفة وهذا خدمة لإسرائيل لان الصراع في بيروت دام من 75 الى يومنا هذا حتى لو التعادته هناك مصالحة في بيروت ولكن المصالحة الحقيقية في بيروت لن ترى النور حقنا الهجمات الارهابية وتصفية سياسية وما اشبه وما اشبه ذلك ما اذا عدنا الى عملية باريس عملية باريس تم تحضيرها على الاراضي الفرنسية يعني ليس في سوريا ليكون مبارا لتدخل الفرنسي الى سوريا وما تقوم بها فرنسا في سوريا هو جريمة ضد الانسانية بامتياز لان مكافحة الارهاب ليس بالقصف الجوي والخبرة الجزائرية يشيد بها عالمين ان مكافحة الارهاب تزعم بريا مع تغطية جوية دقيقة ومخابرتية يعني بذقة بشتوح ديك لان مكافحة الارهاب بالقصف الجوي يزيد الطين على بلا راح تقص مدنيين ابرياء راح تدفع المواطنين للدولة اللي تقصف الطائرات الى التوحد وتعزيز صفوف التنظيمات الجهادية العالمية واللي يصبح تداعيتها وعكاساتها على الدول المتدخلة في سوريا نعم هناك ارهاب داعش لان العالم قاب بقى في حيرة وحتى الخبراء كيف في ست شهود تم القضاء على كل التنسنة العسكرية لصدام حسين واليوم داعش يتحرك في وضح النهار ببراياته في كل اتجاهات ولا صات ولا أي دولة تتحرك وانما هذا التنظيم جاء لينفذ اجندة اقتصادية استعمارية هناك مجموعة من المتغيرات تفرض نفسها في هذا الواقع الوضع في سوريا ميدانيا تغير بعد دخول السخوية الروسية اخرب كل حسابات من خطط تواجد داعش وقصف داعش عندما جاء طائرة تقصف لكن الأمريكان هناك دراسة تحليلية نشرت مؤخرا في أحد الصحف الأمريكية تقول أن الأمريكان اعترفوا بعد الدخول الروسي في سوريا بفشل وسقوط الشرق الأوسط الجديد ما كان يسمى الشرق الأوسط الجديد الآن في ليبيا نشوفه تعيين مبعوث دولي جديد الجزائر يعني بلدنا الجزائر تسعى تسابق الزمن لجمع الأطراف الليبية للحوار في المقابل العمليات والضربات الإجرامية للإرهاب تزداد يعني قوة هناك مخاوف في العالم من قوة التنظيمات الإرهابية داعش وماذا يعني وأبلائها يعني ما هو تأثير تأثير هذه المتغيرات يعني الجيوستراتيجية لحب نسميها المتسارع عن ما عن الوضع الداخلي أو الوضع الحدودية في المناطق الحدودية للجزائر أولا المناطق الحدودية الجزائر الجزائر تحت تأثير تحديدة أمنية قصوى يعني تأثير قصوى نشوف الجيش حائط متين لأي 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 أو دخول إلى موراء الحدود دخل دخل طراب الوطني شفنا الجيش اليوم منذ عامة تيغن تورين وهو متحكم بالوضع وشفنا شحمن عملية أحبطها في دخول أسلحة إلى تورين أسلحة إلى الأراضي الجزائرية سيعني أن الجيش الجزائري متحكم بالوضع حتى تهديديات الإقليمية مالي وليبيا وتونس غير مستقرة لأننا نشوف تونس غير مستقرة وأن الإرهاب لا زال يهدد قلب تونس يعني عدم الخبرة تونسية اليوم اليوم الجزائر اليوم الجزائر تواجه سقوط دولة بأكملها أسلحة التي فرض التي هربت من مخازن ليبيا أين حوالي أبعين مليون قطعة سلاح مجرد وخمسة وثلاثين مليون قطعة سلاح غير مجرد الذي كان يقتنها القدافي من عند بارونات وعند مهاربين الذي كان يستعملها السؤال اليوم أين هذه الأسلحة الأسلحة موجودة على أرض ماري بكثير لم ترى بعد هناك من قضائف للصمسيس مضادر طيران وسواريخ وحتى أين هي أين هو الأسطول البحري العسكري الليبي اللي ما بقاش عنده نظرة اليوم أنا نشوفه بالتنظيم الدولة الإسلامية يهدد كل البوارج اللي تفوت على البحر المتوسط خاصة البوارج الباخيرات النفطية دوكسوال يبقى هنا تنظيم اليوم أصبح عنده قوة مادية ومعنوية وعسكرية هذا كله يعود من مداخيل البيطول لو يبيع فيها عبر وسيط للدول الله يدعم في الإرهاب عن تلك مباشرة من عبد الرحمن نعيم الممول رئيسي الجماعة الهبية العالمية سواء في السعودية أو سواء الجزائر وهو أضيج مؤخرا في قائمة مدعم بالإرهاب وهو قطري عام المخابرات يقال أنه طريد وهو يدعم ولكن هذا ما يكون إلا عام المخابرات بإمتياز يدعم خاصة إذا تبعنا إجتماع رهور في 2013 بين الطيارات الإسلامية ومن الموج لغنيم الذي يعتبر أبروحي لإخوة المسلمين في مصر ولو علاقة مباشرة مع عبد الرحمن نعيم الممول للجماعات الإرهابية هذه من جهة أخرى اليوم الجزائر اليوم ليبيا هي من سقوط نظام إلى سقوط الدولة يهدد العالم وهي تحولت إلى مركز توجيه وتجنيد الجماعات الإرهابية العالمية شفنا عملية تيجن تورين شكون اللي كان فيها الجزائر كانوا ستة ولا سبعة البقيقة من مصر وتونس هم الذين نفذوا عملية مأكد أن التوحيد والجهاد من عدة دول والتدخل الفرنسي وحد التنظيمات الجهادية والإجرام وبونات المخدرات خاصة في مالي لأننا لا ننسى أن مالي مستعمرة قديمة لفرنسا وأن الجروح المستعمرة لنتشفى عن بعض الأزواديين التي تركت باصمة التنكيل والدفع لقام بفرنسا أبا إسامان الشيء اللي خلت تتوحض التنظيمات الإرهابية مع الإجرام ضد مستعمر قديم اسمه فرنسا سيد زاوي العفو دائما نرجع معك إلى عملية العملية الإرهابية لسرات هنا بالمقارنة مع اعتداءات الجمعة في باريس نشوف أن القوات الجزائرية يعني الجيش الوطني الشعبي تعامل وعالج العمل بكل احترافية تعالج بكل احترافية بتقدير بتقدير جيد أنا شفنا وما وقع في فرنسا لكن العفو العفو أنه حتى من ناحية الخسائر البشرية كانت أقل وفقا لدراسات الخبراء العسكريين يعني عملية مصفت بحجم تيغون تورين وعدد الضحايا بالعدد الضائر يعني عمل ناجح يعني بكل موصفات لكن في المقابل نشوف أنه في الجمعة يعني في هجمات الجمعة في باريس في قلب باريس أنه الضحايا وحتى إعلاميين فرنسيين يتكلموا عليها أنه الضحايا الضحايا أكثر مما يعني أعلن أو مما أعلنت سلطة فرنسية يعني نعود إلى عملية تيغون تورين نعمل إلى عملية تيغون تورين نوعية جيد جدا ما قام به الجيش الجزائري بكل قيادات أركانه سوى مدين سوى جنرال حسان سوى المدين الحالي بشير طرطاك وقائد الأركان لأنه قوات قائد الأركان سيد قاية صلاح تحكموا بقضية تيغون تورين بكل احترافية ونجاح لأن كادت الكارثة تقع أقل حوالي تلتيمية تراهين كانت موجودة في هذه المنقع وهذه الجماعة دخلت لعملاتين اختطاف اختطاف ودخول بمعارضي ليبيا وهنا الكارثة ولكن قلصة الخسار لأن تدخل للجيش أنقد ما أستطع إن قد هو أنه كان ستين كيلوماتر مربع في خطر ستين كيلوماتر مربع في خطر وحتى الأنبوب ليفود عبر الدول لأن يجب أن يكون تفجير لأنه حتى لو تغرق ليفود التفجير يجب أن يكون لك الكارثة هذه واحدة اليوم شبنا عملية أما هي عملية امتياز الذي أحد الأحزاب أو أسر الأحزاب يتهم يتهم الجيش باللي غير كافاءة باللي أخفاق في عملية تيغان تولين هالإخفاق في عملية باريس برهن برهن للعالم أن عملية باريس كانت خير عدم تركيز ما يعني عدم الخبرة في مكافحة الإرهاب في فرنسا يعني غياب الاحترافية غياب الاحترافية وغياب الاحترافية بأتمل تبعت خاصة قضية سانسان دوني كاريتا لأن أول لم يكن حزم أمني حزم أمني متشدد هم ينفيدون في عملية ثانيا كان خطر على السكنة وأن هذه جمع أخطأت موقع استراتيجي مالي بالمرة كاريتا في تركيز الثلاثة أشخاص يعني شاهد ستاني شاك ستاني شاك بأتمل حنا في الجزاء حضرنا لعاميات مماثلة في أقل من ساعة لا سيد الزاوي العفو العفو يعني قبل لأنه الوقت شوية ما مساعدناش اليوم لكن نبقى معاك يعني في تفجيرات باريز هذه يعني أنا نتكلم معاك يعني بناء على تصريحات أو تحليل وسائل الإعلام فرنسية مش معقول أنه الرئيس الفرنسي في حد ذاته يعني يكون على بعد أمطار من الإرهابي يعني هذا لم يحدث في أي بلد تقريبا يعني بلد يعني كما فرنسا أجهزة أمنية استخباراتية قوية دارك مائي ومائي لكن لكن أنه يكون إرهابي العفو أنه يكون إرهابي بحزام ناسف على بعد عشرين أو خمسين متر على الرئيس الفرنسي يعني هناك عدة قراءات هذا يخليني نمشي معاك إلى ما ورد مؤخرة منذ أربعة أيام صحيفة سويدية جابت أنه أخبرت أنه السلطات المغربية أو المخابرات المغربية قدمت معطايات دقيقة للإرهابي الذي تحصن في شقة في سندوني اللي هو عبد الحميد أبو عود يعني هذا السؤال يترح نفسه بمجرد مسرات تفجيرات باريس بالجمعة يوم أو يومين من بعد المخابرات للقوات الفرنسية أو السلطات الأمنية الفرنسية تمكنت من تحديد الشقة اللي كان يسكن فيها أبو عود أبو عود والجماعة اللي معاه هذا بفضل وأبو عود لازلوا كاتين على أراضي الفرنسية مدعودتين من سوريا في كلام آخر فيه يعني هذه كلها يعني في كلام آخر أنه حتى الوسائل الإنجليزية تكلمت أنه عبد الحميد أبو عود هو يعني عميل مزدوج يعني يعمل لصالح المخابرات لصالح المخابرات المغربية في الأوساط المتشددة أو ما يعرف لدى الغرب بالإسلاميين يعني ما صحة هذه التقارير أولا تقنى قضية ساندوني هو ابتداء عمل من هاتف نقلة وجدة في المنطقة التي أدلهم على المنطقة وليس المغرب إن تقول المغرب أن المغرب تود أن تبهر أنها عملية وأنها عملية التي وقعت في باريس حدرت منها الجزائر قبل عملية شارلي إبدو وبعد شارلي إبدو قد هناك عمليات ستطال القلب العاصمة الفرنسية للصادة وهذه ستختار زمن مؤقت لصالحها وهذا الزمن هو ضروف الليل الذي كان صالح للجماعة الإرهابية وكذلك والمناخ التي بارد التي سهلها بلباس بدلها شتوية ليفوت سيد نقول لك أستاذ عزيز أن أي دولة في العالم لا تستطيع توجد مواجهة انتحار هناك عمل انتحار على بعد هناك عمل انتفار بشرارة كهربائية يعني بطارية يحملها إلى الآن لننسى هناك داخل الملعب تفيد معلومة هناك وجد ثلاثة أحزم مناسبة داخل الملعب داخل الملعب وجدت أحزم مناسبة لكن هذا فشل استخباراتي فشل الإرهابية بالجرائم التي تختلف هذه الطائرات ضد المدنيين هذه المعروف بها جو الجزائر إن السؤال يطال كيف الجزائر خلت من أزمتها كل يعرف أن الجزائر خلت من أزمة في وقتين واجيز يعني بفضل القانون الرحمة التي أداته القيادة الفائلة في الساحة الأمنية والسياسية في 1994 بقيادة الفريق مدين الجنيرال سماعين رحمه الله محمد العمار رحمه الله لا نسا خير هؤلاء الذي هؤلاء مدوا الكثير لإعادة الجزائر من حرب أهلية حقيقية وكاد ربيع العربي ينتشر في 1994 أخي عزيز كانت التنظيمات كانت تتوحد ولكن سنتي جيديو كان يخطط لها تدخل أجنبي في الجزائر ولكن حنكة ودفع القانون الرحمة وكاد لنسى المدين الحالي مدين الحالي لضائة الأمن والسعامات السيد باشير طاطاك الذي نفت تبق القانون الرحمة قبل إعناء عليها رسمين الذي آتت بأكلها وعاد أكثر أكثر نسدوا عودوا ولو بين أحضان الجزائر وهنا تمت تصفيات وإنها ترس قانون الرحمة تفضل عفو لكن قانون الرحمة السيد زيلي قانون الرحمة جسد أكثر يعني في الميدان بقانون المصارحة الوطنية نحن سيدتي التدريجين قانون الرحمة أولا كسر ما كانت خطط له سينتي جيديو أفض أخي العزيز لو كانت تدخل قوة قباته أغلب الجزائرين التي تحقونها بالتنظيم لأن هناك قوة صريبية تدخلت في الجزائر ولكن أحمد الله كنا وحدنا كانت حصار جو إقريمي ولن نشهد هذه المؤتمرات واللقاءات والندوة الصحفية ضد الإرهاب إلا بعد حدث سبطانب 2001 الكل تضرر أصلا عندما تضررت أمهم الكبيرة بحدث سبطانب 2001 هذا عاد عاد أن ترك مباشر أصبح الكل يشيد بالخبر الجزائر في المؤكد الإرهاب وتدعمها لا نسأل القانون الرحمة لو لم يكن قانون الرحمة نقوله بكل نقوله بكل استراحة أنا كنت ميداني في المؤكد الإرهاب وعودة من إيطاليا من دراسة معودة إيطاليا ثمانية 20 اعتزلت حقيقة يعني قمت خدمت قضية بويا لي خدمت قضية بويا لي واعتزلت ثم عدت يوم الجزاء هذا لحظة بك العفو 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 رجاء يعني سمحني سمحني دائما نحن ماذبين النقاش أنه ما يخرش على إيطاله العفو 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 الإرهاب نعطيك تركيس لا الإرهاب سمحني الإرهاب نبدأ بقانون كما قلت أنت بقانون الرحمة وانتهى بقانون المصالحة الوطنية المصالحة كذلك تدعم ميجانية مصالحة مرجع أصبحت مرجع لكثير الدول دول لا نسأل قانون لو لا قانون الرحمة نقولك لو لا قانون الرحمة ونجح خطة ما كان يخط سنتي جيدو لكان شرارة الربيع العربي تنتلك في 94 وليس يومينا لكانت كارتة أكتر شرق الأصول بما نشاهده اليوم شفنا أن طواتر ربيع العربي أنت عشت أنت عشت تنظيمات الإرهابية الجهادية في الدول طواتر ربيع العربي تحولت إلى ماري تدخل فرنسا إلى ماري واحد الجهادين وتفحهم ينطرسوا نحب دول دول أخرى ما تشاهدوه مصر أن كل الجهادين المتواجدين على أرضي مصرية كانوا في التوحيد والجهاد وشفنا أتبعهم تم القضاء عليهم تم القضاء عليهم في مصر هذه واحدة اليوم اليوم الجزاء نحن نعيش مرحلة جيد حساسة أقوله بكل صراحة التهديدات الإقليمية تختلف لأن اليوم اليوم الجيش أكثر تحصن في الحدود ويهاجم أي تهديد خطر اليوم نشوفه بعض وسائل الإعنام تكذب داعش سبق داعش عشنا الجياء الجماعة الإسلامية المسلحة ما تختلفه الداعش اختلفته اختلفته الجيجة 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 في الجزال الألاف في اليوم تسفك دماءها تتبع تنزل كخاروف أين كانت هذه الدول اليوم التي تندد بالإرهاب خاصة أن اليوم عمل إرهابي في بيروت ولا أحد انطفأ كأنه لم يكن وعمل إرهابي في باريس الكل العالم يتحدث عنه هذا هذا شي أستاذ زوي شكرا سنعود إليك بعد قليل نرجع الآن إلى الأستاذ سيد عمر الشيخ سيد عمر يعني من الأسباب من الأسباب اللي خلات منطقة الأزواد بين كماشة الإرهاب وبرونات المخدرات يعني غياب التنمية هذا يعني ما يقوله القادة أو شيوخ القبائل في أزواد أنه التنمية معدومة أنه شعب شعب المنطقة أو سكان المنطقة عايشين خارج العالم يعني ما صحة هذا صحيحة الأستاذ عزيز حمدي منطقة الأزواد منطقة واسعة أو شاسعة واللي محافظة عليها واللي عايشة منه الجسائر وخاصة منذ أن تبوأ سيادة فخامة المجاهد الكبير عبدالعزيز ابو تفليقة رئاسة الجمهورية الجسائرية الأزواديين والله شمال مالي تحسن كثير من أوضاعهم كما تحسنت الجسائر وعادت لها كرامتها وقوتها وبقات هي وحدها في بحر والله حزام شاعل من ليبيا تونس شاعلة ليبيا شاعلة النيجر قاع شاعلة أزواد شاعل المنطقة مالي شاعل كل بقات الجسائر الدولة الوحيدة في المنطقة القوية وعيدة دولة حقيقية الأزواد يعيشوا من الجزائر كسوتهم من الجزائر الزيت انتعهم من الجزائر سميدهم من الجزائر السكر من الجزائر كل شي من الجزائر مكان اللي هي من بموكو مكان بموكو اللي هي منها اللاجئين صحيح أنهم الأزواد الأزواديين مشاركين في ذلك الذب منتاع التهشيرة لأفارقة مشاركين فيه مشاركين فيه بالمعيشة لأنهم بمكوا شنه اللي يجي منها اللاجئين اللي مكبوبين هنا في الجزائر واللي يمشوا يموتوا في البحر وعدينوا ربوا ما كانت سلطة ولا كانت منتوش ولا كان يدارع منطقة الأزواد منطقة سايبة لم أقل لك منذ قرون ومنذ القرون اللي كان يبأثر فيها لشزائريون راني قلت لك من زمن الشيخ سيد محمد بن عبد الكريم الماقلي وكانوا يؤثروا فيها بالتجارة والعلم ما كانوا يؤثروا فيها لا بحرب ولا بجيوش تيمبكتو الشيخ سيد المختار رضي الله عنه وارضاه هي المنطقة كان ينقلها بلاد التكرور وكان ينقلها تدامكة وكان ينقلها الصوم قال أنه أول السايبة في الدولة لقبل العلوية السعدية جويوش المنصور وينكسروا تيمبكتو من تم والمنطقة سايبة إلى زمن وهو الشيخ سيد المختار رضي الله عنه بقات المنطقة سايبة إلى زمن الشيخ سيد محمد بن عبد الكريم الماقلي داري لهم التوشيهات ذيك التوشيهات هي اللي يراهي ما شيع لها المنطقة مسييرا فسبا فسبا سيد أمر الشيخ يعني العفوة المقاطعة لأنه الوقت شوية مش في صلحنا يعني أنت تكلمت على نقطة مهمة جدا القضية التلمية في منطقة الأزواد أنه باماكو يعني الحكومة المركزية في مالي يعني تمارس ما يمكن الابتزاز تجاه السكان أو تجاه حتى الجزاء أنها من خلال فتح المجال للمهاجرين الأفارقة يعني الذين يأتون من دول إفريقية أخرى للمرور أو العبور نحو الجزائر لأنه اليوم أصبحت قضية اللاجئين الأفارقة في الجزائر يعني يمكن القول أنها عبئ يعني هذا يعني من خلال قولتك أنه حتى الحكومة المالية تتساهل إن لم تكن تساعد اللاجئين الأفارقة من العبور من مالي إلى الجزائر أولا الحكومة المالية ما أنها تساعد تساهم هي هي اللي أنا قلت لك تساعد في مرور أو عبور لاجئين هي اللي تدفقهم وضعاف العقول والمحتاجين من الأصواديين ينقلوهم عبروا بهم الصحراء إذن معنى ذلك أنه هي عاجزة هي تستعمل نقاط تسترزق من الدولة الجزائرية تسترزق من الدولة الجزائرية ومعنها تسترزق من الدولة الجزائرية تطبق ذاك اللي قالت فرنس فرنس لأنها كانت الحكومة المالية طبقت الاتفاقات انتعين التسعينات وانتعين الفين وستة اللي تشرف عليهم الجزائر والاتفاق الآن ما يعود أصواد لا فيه أرهابي ولا متشدي سيد عمر الشيخ يعني دائما في قضية الأزواد والتنمية وما إلى ذلك يعني قلت أنه الحكومة المالية أو الحكومة المركزية في باماكو تساهم في عبور اللاجئين يعني زحف مش عبور يعني زحف اللاجئين للأفارقة نحو الجزائر يعني ما صحة هذا الكلام الحكومة والحكومات المالية والبركينية والنيشيرية هذا ما يقدم للمنطقة انتعة الأصواد شيء العاد ما هم آلاف آلاف اللاجئين يتجههم للجسائر ومن ثم أوروبا لأنه كثير لو لا سياسة الحكومات المالية ما يكون أصواد فيه رهابي حتى واحد نحن نعرف ويا دقا غالي كان يقود الأصواديين يدور الحقوق من بعد نكث العهود والاتفاقات اللي اندارت في الجزائر في التسعينات وفي الفين وفي الستة وهذه الحالية الحكومات المالية كل مجهودات الإبطال الاتفاقات اللي تديرهم الجزائر لأنهم الأصواديين اللي دارتها الجزائر هم فيهم جميع الأصواديين آمنوا بالجزائر وعارفين أنها ما صلحتهم ما صلحت الجزائر وأمن الجزائر أمن لهم وازدهار الجزائر ازدهارهم إذن كل الحكومات التي تتابعت مع عجزها وضعفها وبعدها تخدم سياسة الكيل بمكيالين والمكر للجزائر شكرا نعود إليك بعد قالي سيد الزو الوقت رهي دام فينا كثير فيه مجموعة أسئلة خفيفة الآن لا يمر يوم حتى نقرأ بيانات لوزار الدفاع الوطني أنه وحدات الجيش الوطني الشعبي تمكنت من حجز كذا أو كمية كبيرة من مخدرات وإصلاحات وأجهزة اتصال في غاية الدقة والتطور بالإضافة إلى مهربين وما إلى ذلك قبل السؤال بالمناسبة نوجه تحية إلى جنود وضباط القوات المسلحة المواردين على الحدود من أعلىهم إلى المجهودات التي تتبع شباب الجيش الوطني الشعبي وهما السليل الجيش التحرير الوطني الذي ينتمي إليه السيد القياد هذه القيادة كلها من خدات العبرة وهي تصعر أمن البلاد والعباد وتولاتي كما نقول نسمح للسيد تولاتي الذي يصهرون ونزالون حتى لوما خارج هما يصهرون على البلاد والعباد أن الجيش الوطني الشعبي اليوم التحول إلى مرجع عالمية بمكافحة الارهاب وتصدي إلى أي هجوم خارجي أو داخلي نقول للشعب الجزائري لا فرق بين داعش والجي أنتو ما عشتوا الجي وكنا محاصرين ولا أحد ساعدنا إلا برصاصها ساعد الجزائر برصاص والجي كان يمكن ولكن بعد حد السبط كل شيء تغير وليمكن حقنا من موس يعني لا خوف عن الجزائر سيكون لها أكثر تدعيم خارجي والشعب الجزائري اليوم متمسك بأمنه واستقرار ووحدة البلاد لأن أمن البلاد أول العنصر الأساسي هو الشعب اليوم نشاهد قيغة لحظة اليوم أنا نشاهد وعكس ما كنا نشاهد في التسعينات هذا الوقت كان أغرب الشعب تختيني بينهم بالأخوة ولكن اليوم المصطلحة تغير سيد زوي سؤالي سؤالي أنا قتلك الآن من هذا الاستوديو نرفع كل آيات الاحترام والتقدير لجنود وضباط الجيش الوطني الشعبي وكل القوات المسلحة المرى بتاع الحدود السؤال ما هو حتى في الداخل سؤالي حتى الأمن الوطني لا يصل اليوم بكل بدون سؤالي خاصة الآخرة وين الآخرة أنا نشاهد ومصالح السلطة الضالك والسلطة قادم صالك أنا قاد أنني علي سؤال برك نزل ما تحش سؤال خلينا نترح سؤال لأن الوقت مش في صالحنا قلت لك سيد زوي أن من هذا الاستوديو يعني نوجه تحية لكل عناصر الجيش الوطني الشعبي من جنود وصف ضباط والضباط المربطون على الحدود الجزائرية وكذا إلى الأجهزة الأمنية العاملة في أرجاء الوطن السؤال ما هو السؤال كما قلت سابقا يعني هل يمكن الاستنتاج من خلال العمليات الحجز لتقوم بها الوحدات الجيش الوطني الشعبي وحرص الحدود ومختلف أجهز الأمنية على الحدود من أسلحة من مخدرات من أجهزة اتصال يعني حديثة أن الجزائر مستهدفة يعني هذا هو السؤال والإجابة بصفة يعني مختصة نعم الجزائر مستهدفة وخاصة أن التنظيم الدولة الإسلامية على قرابة بابا ليبيا الحدود الجنوبية الشرقية وهو يود السيطرة على اغدام سهل الهدف تعول يطب له مركزائيسي ولكن اليوم الجيش الوطني شابي أكثر تركز على حماية الحدود ولا لتدخر خارج الحدود الشيء الوحيد أننا شبنا قيادات الأركان وقيادات الناحية التي تصع على أمن الوطن والمواطن لتنسيق عمليتي سوى الناحية الثانية أو الثالثة أو الثابعة والخامسة كذلك التي تصل هي أكثر الضغوط والناحية الأولى هي اليوم محاصرة بسيد بام حماية المنطقة الأولى من شلف إلى البورا التي تعتبر معقر رئيسي لهذه التنظيمات ولا يتحوص تعطي الصدب لأنها ولا هو للتنظيم داعش للترهيب فقط أن هذه الجماعة التي أعننت ولا هو لداعش هي جماعة انشقت على التنظيم القاعدة في دول المرضي الإسلامي بعد الضربات التي تلقى هذا التنظيم وأفشل هذه الجماعة انشقوا بشي ديروا الصدر الإعلامي وحتى الشرشرة التوطر بيوجد داعش داعش أو جية لا فرق في الجزائر الجزائر تتصدى إلى أي هجوم وعزيز نعلم أن هناك فرق بين التسعينيات التي كان أغلب المواطنين تختير بينهم بين الجيش ولكن اليوم شفنا آخر عملية الإجرامة التي تتلقى الجيش في عين دفلا كيف أنتفض الشعب وحاول أن يكون صفا بالصنف بجانب الجيش رسالة أوجهها إلى الحكومة يعني باختصار لا أسمح لي لو سامح لي أن أطلب لن أشهد غياب الحكومة بزيارة الحدود وهي أولى لتحضر الجيش الوطني الشعبي بيشتلل المعنيات وحتى اللجنة الأمنية للبرنامان التي هي قاعدة في البرنامان ليس البرنامان لمهدد ولكن الحدود مهدد سيالي الزوي قبل الختام سؤال سؤال رجائنا التي تجيب عليها بصفة مختصرة واشتعني بوكو حرام القاعدة داعش المربطون الملثمون المجاو واشتعني لك هذه التسميات هم اسم واحد لقب يتغير هي نفس الإيديولوجية وهم يصهرون على أجندة استعمارية استثمارية اقتصادية لصالح فرنسا وشاهدنا أن الإراب متواجد أكثر هو لحماية مصالح فرنسا في المنطقة حتى لا تكون دولة أخرى تجيط ستمة في المنطقة سيد عمر الشيخ الكلمة الأخيرة التي تقولها باسم سكان أو منطقة الأزواد ما هي الكلمة التي تقدر توجها سواء لابناء شعبك في الجزائر أو للعالم بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم من خلال هذا المنبر وباسم الطريقة البكائية المختارية الكنتية القادرية المنتشرة في الجزائر والمقرب والصحراء القربية وموريتانيا ومالي والنيشة نثم ونشيد بمجهودات فخامة السيد الرئيس الجمهورية والحكومة الجزائرية والدولة الجزائرية التي أعادت الأمن والاستقرار والكرامة للدولة الجزائرية ومن فم أعادت الأمن والاستقرار لمالي عامة والأزواد خاصة وراهبة هز حمل تونس على رقبتها وحمل ليبيا وحمل سوريا وحتى حمل فرنسا وأمريك إذن الجزائر اليوم بقيادة المشاهد الكبير عبدالقادر الزوادي المالي عبدالعزيز ابو تفليقة اليوم هي اللي تقود العالم كله لأنها اليوم حتى أمن أمريك وإسرائيل ونحن الجزائريين لفصواد نشكر الدولة الجزائرية رئاسة وحكومة وشعب وجيش وشرط وشعب السيد علي الزاوي خبير في شؤون الأمنية ومؤسس ونائب حركة الأزواد الدولية شكرا جزيلا لك سيد عمر الشيخ الكنتي قائد الطريقة الكنتية القادرية في الساحل والصحراء شكرا جزيلا لك نلتقي في لقاء آخر مشاهدنا الكرام إلى هنا ينتهي لقاؤنا مع الضيوف الكرام نلتقي في حصة أخرى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة